الجانب الأمريكي اللي قادر التحالف الدولي ببان مرحلة التمكين في عام 2016 وما تلاها اطلع بدور كبير جدا سيما فيما يتعلق بتوجيه الضربات الجوية على المصانع وعلى معامل التفخيخ وعلى التجمعات الداعشية ببان تلك المرحلة بموجب معلومات مرفعت له من قبل الأجزاء المخابراتية والاستخباراتية في العراق اليوم الجانب الأمريكي بعد انتهاء أجلة سيما يعني انقضاء المدة المحددة بعد رحلة طالت أكثر من أربع جولات لحوار استراتيجي كان آخرها قبل حوالي أقل من خمسة أشهر خلط مثلها عن الجانب العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري ومعه مدير استخبارات العسكرية للواء فاز المعموري ومجموعة من الضباط ومثلوا عن الجائب الأمريكي قيادات هناك تم وضع النقاط على الحروف وتركت الجانب الأمريكي ترك إلى القوات العراقية مواد وأسلحة تقدر قيمتها منذ عام خلائلة ومنها هذا بأكثر من 900 مليون دولار وهذا رقم كبير جدا فضلا عن ذلك تركت خلال هذه المدة جهزت الجانب العراقي قيادة عاملات المشتركة جهزتها بمدافع هاون واعتدال الهاون وأسلحة خفيفة وأسلحة متوسطة وأسلحة رشاشة فضلا عن ذلك جهزت نصبت رادار في الناصرية ورادار في بغداد وهي إبان نصب رادار ثالث لها في كاركوك لتكتمل بذلك منظومة الرادارات المتهالكة التي كانت لدى الدفاع الجوي وبذلك تكون منظومة الرادار عما قريب ستتكامل نعم أستاذ علي فقط للتوضيح الجانب الأمريكي يعني نعم الآن لا توجد لديه لا سرية مارينز ولا فوج قوات خاصة ولا فوج تكتيكي ولا أي وحدة قتال برية وأي وحدات قتالية للمشات في بغداد أو في العراق يعني بقضه وقضيضه نعم لكن هذا لا يعني أن الجانب الأمريكي سيمنع أو سيخفل أو سيحجب المساعدات التي ستقدم للعراق من خلال التسليح والتجهيز والتطوير نعم نعم طيب استاذ فاضل يعني هل لدى العراق خطة لاستثمار هذا التعاون الأمريكي العراقي بحيث له برامج له خطط يتم الاستفادة منها أقصى ما يمكن ما هي أبرز عنوين هذه الخطة نعم استاذ علي يعني هذا السؤال هذا يعني جوهر الموضوع بعد الانسحاب هل أن هناك سيبقى تعاونا إطاريا تعاونا تسليحيا تجهيزيا أقول نعم التعاون سيستمر لكن هذا التعاون سيستمر مثلا من باب تبادل المعلومات الاستخباراتية ستبقى يعني الجانب الأمريكي والجانب العراقي يتبادلان المعلومات الاستخباراتية سيما فيما يتعلق بتواجد تنظيمات راديكالية من داعش والقاعدة والنصرة يعني إذا كان في العراق أو كان في سوريا أو في أي دولة من الدول العالم تشكل خطرا على العراق فضلا عن ذلك ستبقى القوة الجوية والطيران القوة الجوية سواء كان العراقي أو الأمريكي طبعا قواعد جوية وطائرات أمريكية داخل العراق لا في شماله ولا في غربه ستتواجد هذه الطائرات بل أعتقد أنها ستتواجد عند الكويت والأردن وعند قواعد قريبة قد تكون يعني ستكون إذا طلبت قاتل عملات المشتركة بموجب الخطط الجديدة سيما بالتبادل المعلومات وسيما بالتدريب والتسليح والتجهيز أعتقد أن جانب العراقي إذا طلب توجيه ضربة لأي تجمعات لداعش خصوصا في الأماكن التي تصعب على الأجهزة التقنية أن تصلها سواء كان في سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى ستجهز المعلومات من قبل الجانب الاستخباراتي العراقي وسيتم تنفيذ هذه الضربة من قبل الجانب الأمريكي هل لديك أي معلومات عن صفقات التسليح المرتقبة بين واشنطن وبغداد هناك تقارير مختلفة سواء كان بالسلاح الجوي بالسلاح البري والاستخباري وما إلى ذلك هل لديك تصور عن هذه الصفقات ولو بإجاز؟ السيد علي أولاً التسليح هو باقي مضارع مستمر بين العراقي والولايات المتحدة لأن العراقي يملك طائرات الأفسكستين التي تحمل صواريخ الهيلفاير وأيضاً هناك منظومة رادار سيتم نصبها لاحقاً في أحد المحافظات الشمالية وأعتقد أن العديد الأسلحة وكم الأسلحة المجهزة بشقيها التسليحي والتجهيزي العراق إذا نفذت أعتقد أنه سيصار إلى تجديد عقود من بينها دبابات ومن بينها أسلحة هاوة ومدافع وأعتقد أنها تلوح بالإفق عما قريب نعم طيب أي من خلال يعني كونك خبير أمني وستراتيجي أي من صنوف القوات المسلحة العراقية برأيك يعني يحتل الأولوية في التطوير من خلال التعاون بين بغداد وواشنطن أنا في تقديراتي شقان أساسيان الجانب العراقي يحتاجهما الآن وبعد حين الشق الأول الدفاع الجوي أستاذ علي دائماً الدول تبدأ السيادة فيها من جزيئة الدفاع الجوي الدفاع الجوي حتى القوة الجوية طائرات القوة الجوية إذا حلقت وطارت تصبح في عهدة الدفاع الجوي اللي نعبر عنه بالمينطئ لذلك لا نملك غير منظومة البانسير ومنظومة البانسير رغم أنها متطورة لكنها أصبحت متقادمة بمعنى أنها لا تستطيع استمكان طائرات الدرون التي تحلق بارتفاعات شاهقة وحتى الطائرات الأخرى بدليل أن هناك خروقات تحدث للأجواء والسيادة العراقية سيما في شمال العراق وهذا الجزء نحتاج فيه إلى تسليح وتطوير وتسليح بهذا الجانب أما الشق الثاني فالشق الاستخباراتي والمخابراتي العراق يحتاج إلى منظومات communication يحتاج إلى منظومات رقابة عالية الدقة يحتاج إلى تطوير تقنياتي التكنولوجية أقصد بشقها الاستخباراتي والمخابراتي لأن التنظيم دائما يطور من نفسه ودائما التنظيم يتبع أسلوب اللجوء إلى السوشال ميديا وباللجوء إلى بعض الاتصالات المشفرة وهذه أيضا تحتاج إلى تطوير وإلى دعم وإلى مزيد من الدراسة نعم يعني بخصوص تقريب ميزانية 2022 لولايات المتحدة بخصوص دعم بعض الدول كالعراق وسوريا فيما يخص العراق ورد هذا المقطع يقول مطلوب من حكومة الولايات المتحدة تدريب وتجهيز وحدات قوى الأمن الداخلي المعينة والمدققة لتمكينها من الاستمرار في قيادة هزيمة داعش ماذا تعني مفردة مدققة؟ يعني أولا أستاذ علي المعركة القادمة كما تعلم هي ليست معركة تعبوية ولا ميدانية ولا عسكرية ولا برية إنما هي معركة استخباراتية فنية مخابراتية أمنية لذلك نحتاج إلى رجال مدربون مدقق عليهم يعني سجلاتهم الجنائية تكون دائما نقية وبيضاء وغير مطلوبين بجرائم أخرى ويمتازون بالحرفية والمهنية التي تؤهلهم للتصدي ليعتى تنظيم إرهابي وينبغي عليهم أن يكونوا مدربون على أكمل وجه وأن لا تكون مدون بصحائفهم أو بسجلاتهم أو بالأحرى لا توجد عليهم أي قيود جنائية نقطة الصدر نعم يعني المعونات الأمريكية عبر وزارة الدفاع الأمريكية للعراق مثلا عام 2020 كانت 595 مليون عام 2021 510 مليون عام 2022 هبطت إلى 345 مليون كيف تقرأ هذه الأرقام؟ أقرأها كالتالي أولا التنظيم كان يمتاز بالشراسة والتنمر والقوة وكانت لديه ردات فعل عنيفة لذلك الجيش العراقي والقوات الوحدات القتالية والتعبوية العراقية كانت تحتاج إلى أسلحة متوسطة وثقيلة على حد سواء لمخرع باب الأراضي الشاسعة والطرق الوعرة التي تتنوع فيها التضاريس سيما في الوديان والكهوب بالمناطق المحصورة ما بين ديالة وصلاح الدين وكركوك والموصل وهذه تحتاج إلى مزيد من التسليح والتجهيز بعد أن اكتفت الجانب العراقي بهذا التسليح من الكم الهائل سيما جهاز مكافحة الإرهاب أو حتى الرد السريع أو حتى الوحدات الفرق العسكرية التابعة والتي ترجع إلى قيات العملات المشتركة ما عادت تلك الحاجة بهذا الاتساع لذلك قلت نوعا ما قل منسوب الحاجة لهذه الأسلحة التقيلة إلى متوسطة ومن المتوسطة إلى الدقيقة والتكنولوجية التي تصغر حجمها ويقل الطلب عليها نعم استاذ فاضل يعني الدعم الأمريكي خصص أيضا لقوات البيشمرقة يعني كيف يقدم هذا الدعم لهذه القوات هل من خلال اتفاق مع الحكومة الاتحادية أم أنه اتفاق بين الجانب الأمريكي ووزارة البيشمرقة في إقليم كردستان يعني الإقليم والمركز في غضون الشهرين المنقضيين كانت هناك تفاهمات عالية المستوى فيما يتعلق بالتعاون الأمني والتعاون الإطاري والتسليحي والتجهيزي وأعتقد أن عملية التسليح والتجهيز ستتم مباشرة لكن بعلم وإشراف ودراية من قبل المركز حتى لا تكون هناك عملية تفاوت أو تضارب فيما يتعلق بعمليات التسليح والتجهيز حتى تتسق أو تتوحد الجهود سيما فيما يتعلق بالتصدي لداعش ويعني المركز نجح هو والإقليم في وضع لبنات أساسية لردم الهوة الموجودة ببعض العوالق سيما المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك خصوصا بالمناطق بنهايات السائبة لقيادات العمليات خصوصا فيما يتعلق ببضع عشرات من الكيلومترات التي تعد ممرا ومقرا وساحة لنشاط التنظيم الذي يستغل أدنى منطقة رخوة أو فراغ أمني نعم استاذ فاضل بعض الدراسات الأمنية الأمريكية والغربية يعني يمكن التمطلها كانت تتحدث عن وحدات عسكرية عراقية تقول إنها مخترقة بعمق من قبل متعاونين أما مع جماعات إرهابية أو مع مجموعات مسلحة مدعوة من أطراف إقليمية كإيران يعني هل خفت هذه الخروقات برأيك؟ هل تم معالجتها؟ أما زالت القوات المسلحة العراقية تعاني من هذا الخلل؟ يعني شوف أستاذ علي هناك دوائر رقابية وهناك دوائر تفتيشية هناك مديرية الاستخبارات العسكرية التي تعنى بمتابعة أمن الأفراد وكذلك متابعة نشاط العدو وهناك مديرية الاستخبارات والأمن هي الأخرى أيضا تطلع بدور فيما يتعلق بالتقييم وبمراجعة أي معلومة قد ترد على هذا المنتسب أو على هذا الضابط أو غيره لذلك هذه عملية الفلتريشن هذه عملية التنقية وعملية التشيك الدائم والمستمر أعتقد أنها ماضية قدما وهي لم تتوقف وكما تعلم أن الأجزة الأمنية لا يمكن أن تكون هناك فيها مجاملة ولا يمكن أن تكون هناك فيها سكوت أو غض الطرف أو غفلة عن هذا الموضوع لذلك أعتقد هذا الموضوع قد حسم هذا ممكن نتكلم عنه قبل 2014 ممكن يكون فيه قد تكون هناك غفلة أو سنة تمر بها هذه الأجزة لكن في الوقت الحاضر لا أعتقد بدليل أنه إلى الآن حتى الجرائم الجنائية التي ترتكب من قبل بعض منتسبي وأفراد قوى الأمن الداخلي تكاد تكون بلحاظ الكم والعدد معدومة ولا تمثل رقما يستحق الالتفات كما تكون هناك غضة عن زلطب خطأ تمثل رقما يتمكن بطاف التعاشية شكرا